اشتركوا في القناة عمليات بالسلامة عملها النهاردة الصبح في واحدة من اكبر مستشفيات مونخ الدكتور ابو العيلة قال ان اتطمن من البروفيسير ماركوس فولتر اللي اجرى الجراحة وطمئن طبيب المنتخب على نجاح العملية بالسلامة جنش ان شاء الله وترجع لنا بالف مليون سلامة وربنا يجيبك لمصر والناديك والجماهيرك بالف سلامة ولد من الولاد المخلصين المحترمين اللي كان بالتأكيد كان احتمال كل فرصة في هذه البطولة ولكن هذه هي كرة القدم كل تمنيتنا ليه بالتوفيق يا رب ان شاء الله خفير اجيري المدير الفني المنتخبنا الوطني خلاص عارف انه المباراة اللي جاية مباراة صعبة يعني ما يضمانش حاجة وبالتالي بقت ضربات الجزاء فقرة سبتة في تدريب منتخبنا الوطني وده امر مهم جدا تدريب من الاجهز من الاجهز زهنيا وهكذا ان شاء الله باذن الله لن نصل لركلات الترجيح وان شاء الله حنفوز بامر الله من بدري بدري في خبر حقوله بعدين لانه عند قضية النهاردة الما تردد عن إلغاء كأس مصر اعتقد هذا الخبر غير صحيح ولا اساسة لهم من الصحة لكن هتكلم مع حضراتكم فيه بالتفصيل ان شاء الله بعد ما خلص المقدمة مع حضراتكم مدرب المنتخب الجنوب افريقي ستيورت باكستر قال انه فريقه قادر على انه يتعب منتخب مصر وفي قوله اخر قادر على اخصاء منتخب مصر لكن هو قال انه احنا هنسبب مشاكل للمنتخب المصري قال ده تحدي كبير جدا واللعابة عارفين هما هيعملوا ايه هو بيقول دلوقتي عندنا الفرصة عشان نواجه البلد اللي بيستضيف امام جماهير كبيرة امام اجواء صاخبة بيقول ده وقت الوقفة وان احنا نتطلع للمواجهة دي قال كمال لعيبته عايزين يروحوا بعيد في البطولة وده حقهم وقال عندهم الاسباب القوية لده وقال ان ده الحافز الاساسي اللي من خلاله عايزين يمروا من عقبة مصر الحقيقة هو كلام مهم للراجل والراجل مع كل الحق انه يحلم وانه يأمل ودي كرة القدم وده اساسها لكن اعتقد اذا كانت الحوافز عند لعيبة جنوب افريقيا خمسة عندنا خمسين مية عندنا الف الف عندنا ملايين وبالتالي رغبة المنتخب الجنوب افريقيا اللي انا بحترمه جدا جدا لن تقف عائق امام منتخبنا الهوطني باذن الله بدأت اسماء الحكام اللي هتكمل في المباراة المقبلة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحادر افريقي عينة الجزائري مصطفى غربال لإقدارة مباراة السنغال وأغاندا في تاني مباراة دور 16 لكاس الأمام الفريقية هيكون مع عبد الحاق تشيالي ومع مكران غوري حكام مساعدين وأمين عمر حكمنا الدولي حكم رابع وكمان اعلنت اسماء مباراة المغرب وبنين المقارر اقامتها ان شاء الله يوم الجمعة في مباراة دور 16 لكاس الأمم الفريقية المقامة في مصر ان شاء الله هتنتهي على خير يوم 19 يوليو هيبقى هيلدر مارتنيز الأنجولي ومع جيرسون دوس سانتوس وبيرهي جيس ده الحكم التاني ومجد نضاي هو الحكم الرابع كمان الأخبار الطيبة انه جهات جريشا مع أمين عمر مكملين ومعهم كمان محمود أبرجال الحكم المساعد الدولي المصر اتحاد الأغاندي انهى بسرعة اضراب للعيبة بسبب أزمة المستحقات ده لغة التدريبات اللي كان مقرر لها التلات وهم بيستعدوا لمباراة السنغال يوم الجمعة اتحاد الأغاندي الحقيقة أصدر بيان مفصل بالأرقام وبالفلوس وبكل حاجة وقال في البيان انه نظرا لانه مواجهة السنغال مواجهة قوية جدا الاتحاد وافق على دفع مبلغ ستة الاف دولار إضافية يعني هما خدوا الفلوس وطلبوا فلوس زيادة فدلهم كل واحد ستة الاف دولار إضافية قبل انطلاق هما ما رضيوش نزلوا التمرين بتاع التلات استعدادة لهذا اللقاء قالوا ان احنا ما خدناش مستحقاتنا والاتحاد الأغاندي ورى اللايحة بتاعتهم اللي هما موقعين عليها ومع ذلك رضخة لرغبات الجماهير وده قضية الحقيقة هتكلم عليها كويس برضو رضخة لرغبات اللاعبين ودفع ستة الاف دولار الاتحاد قال انه اللعيبة حصلوا على كل مستحقاتهم كانوا عايزين التفاوض من جديد بعد التأهل للدور التاني من البطولة وده مؤشر اعتقد غير جيد للمنتخب الأغاندي بمناسبة أغاندا فيه تقارير جاية من تونس بتقول النادي النجم الساحلي فاتح قناة اتصال مع سباستيان ديسابر المدير الفني المنتخب أغاندا عشان يضرب الفريق الموسم الجديد بالمناسبة ديسابر الحقيقة عارف كويس أول أجواء التونسية لأنه ضرب نادي التراجي وضرب نادي الوداد وعارف الأجواء كلها وما المدربين المحترمين جدا جدا بمناسبة تونس الاتحاد التونسي أقال أو الجامعة التونسية لقرة القدم أقالت ديفيد مارسال ديفيد مارسال ده المعد الذهني أو اللي احنا بنسميه المعد النفسي لمنتخب تونس الاتحاد التونسي قال بيان رسمي أنه بينهي عمل المعد الذهني ديفيد مارسال على خلفية المتجاوز مهمه تدخل في الأمور الفنية وما أمشي كمان بالإعداد الذهني اللائق لللاعبين وده يخلينا نتوقف أمام قصة المعد الذهني للمنتخبات كمان الاتحاد الأفريقي أعلن أنه سيد أندري رجولينا أندري رئيس مدغاشقر سيصل إلى أسكندرية الجمعة إن شاء الله المقبل لمسندة منتخب بلاده في مباراةه بدور الستاشر حيرافق الراجل لرئيس الجمهورية وفد دبلوماسي رفيع المستوى وحيروح يعابل اللاعبة في مقر إقامته وقرر أنه يخصص طيارة تسع لربعمائة وتمانين فرد عشان تنقل الجماهير اللي بترغف في حضور مباراة مدغاشقر والكنغو الديمقراطية الدمقراطية ضمن منافسات دور الستاشر في بطولة كاس الأمة الأفريقية شفت الكرة قد إيه مهمة رئيس الجمهورية جاي بنفسه وجاي بالجماهير كمان معالة إنه بقى عنده أمل تصدر المجموعة كسب ناجيريا عمل ماتشات كويسة جدا جمال بالماضي المدير الفاني المنتخب الجزائر قال أكتر حاجة بخاف منها هو مفاجآت الفرق الصغيرة اللي مش مرشحة لأي شيء قال منتخب غني عنده طموح بس هو عنده بختل النبي كيته كمان سافر وكل اللي عبته حيحاولوا تقديم أفضل ما لديه من الفوز وقال إن الفرق الصغيرة دائما ما تحمل المفاجآة وده أكتر حاجة أنا بخاف بخاف منها قال الأداء والنتائج اللي حقناه في الدور الأول حطتنا تحت ضغط كبير جدا الجميع بدأ يبصنا دلوقتي بحذر وبيرشحنا للفوز كنا جايين ما كانش كده عشان كده لازم اللعبة تستمر في تقديم المستوى ده اللي ظهروا به في الدور الأول بالماضي قال أفنى تماما ملف الدور الأول بكل ما فيه ودلوقتي بيركز بشدة على مواجهة المنتخب الغيني بمناسبة البطولة الإفريقية والترحاب والحفاوة اللي بيشوفها كل إخوانا الأفرقى اللي موجودين في مصر النادي الأهل النهاردة استقبل وسائل الإعلام العربية والإفريقية كانت فيه رغبة من وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأجنبية اللي موجودة اللي بتغطي البطولة والحياة تم استقبالهم على أفضل استقبال رحبوا بيهم في قاعة فكري أبازة بيئة المبنى الاجتماعي وبعدين صور تسكرية مع دولاب البطولات اللي فيه كل كؤوس أو بعضا من كؤوس النادي ومدنياته عبر التاريخ ثم منطقة كابتن صالح سليم اللي فيها تمثال كابتن صالح سليم عليه رحمة الله ثم ظهروا مجمع حمامات السباحة وبعدين ظهروا صالة الأمير عبدالله الفصل ثم ظهروا ملعب التتش وحرصوا بقى أنهم ياخدوا الصور التسكرية بعد كده راحوا إلى النصب التسكيري اللي بيخلت ذكرى شهداء النادي الأهلي وخدوا صورة جماعية الحياة وجهه الشكر النادي الأهلي على تلك الزيارة وحسن الاستقبال وقالوا الاهلي عنده تاريخ كبير وتاريخ عريق دل أستاذ جمال جبر الرئيس المركز الإعلامي بالنادي الأهلي باعتبار النادي الأهلي بيمثل واجهة الرياضة الافريقية ولفت طيبة من الجميع أستاذ محمد سراج عدوا مجلس إدارة النادي الأهلي كانت في حفاوة كبيرة جدا في استقبال كل الوفود اللي موجودة في مصر أو بعضا من الوفود الإعلامية تعالوا أهم حاجة عايزين نتطمن عليه منتخبنا الوطني ومعسكر المنتخب نشوف زمالنا العزيز أحمد عبد الملك من معسكر المنتخب مسأل فل عليك أبو أحمد مساخير كابت شبير مساخير عليكم على كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان من هنا من مكر منتخبنا الوطني ولا صوت يعلو عن صوت منتخبنا الوطني ومنتخب جنوب إفريقيا كابت شبير الجدية والالتزام والتركيز هي شعار منتخبنا اليوم يعني المنتخب اتمرنا على فترتين الفترة الأولى في تمام الساعة السنية عشر ظهرا وكانت داخل صالة الجيم واجتمت على بعض التدريبات البدنية وتبرنات الفك الخفيفة أما التدريب السنية وكانت الرئاسية داخل استاد الكلية الحربية وكانت تدريب خططية تحت كوادث المدير الفني مستر خافير أجيري كان تدريب قوي كابت شبير شارك فيه كل اللعبين باستثناء أحمد حسن كوكا المصاب كابت شبير كان لقاء مع بعض اللعبين منتخبنا الوطني والجهاز الفني اللي أكد على صعوبة لقاء جنوب أفريقيا وأكد المنتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية نحن دلوقتي داخل معسكر وفندق الإقامة والمنتخب بيأدي وقبة العشاء ثم يطلع إلى غرف خلع الملابس للراحة شكرك أحمد شكرا جزيلا وكل التمينات لمنتخبنا إن شاء الله بالتوفيق هفكركم بالمباريات أعزائي المشاهدين مشاهدي تايم سبورس في كل مكان المغرب مع بنين الجمعة 5 يولودي إن شاء الله مباراة الساعة السادسة تليها في الساعة التاسعة مباراة أغندا مع السنغال ثم يوم السبت مباراة ناجيريا مع الكاميرون الساعة السادسة أيضا تليها مباراة إن شاء الله مع جنوب أفريقيا مع دعوات الملايين لمنتخبنا الوطني يوم الحد إن شاء الله مضغشكر مع الكنغو الديمقراطية تليها مباراة الجزائر مع غينيا أما يوم الاتنين حيث اختتام المباريات مالي مع كودفور تليها مباراة غانا مع تونس نظام اللي بعد كده الفائز من المغرب وابنين بيلاقي الفائز من أغندا والسنغال الفائز من مصر وجنوب أفريقيا بيلاقي الفائز من جنوب أفريقيا الفائز من مصر وجنوب أفريقيا بيلاقي الفائز من ناجيريا والكاميرن الفائز من كودفوار ومالي بيلاقي الفائز من الجزائر وغينيا أخيرا الفائز من مضغاشكر والكونغو بيلاقي الفائز من مواجهة تونس وغانا كل التمينات بالتوفيق للجميع بإذن الله ونتمنى إن شاء الله بطولة تستمر موافقة وناجحة ورائعة خلالوا لفاصل سريع جدا عندي قضيتين وعندي النهاردة ضيوف وعندي حلقة فيها الكثير والكثير من المفاجئات والحاجات اللي انتو بتحبها نتواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد عزائي المشاهدين هيقولتلكم في قضيتين يمكن يبقوا ثلاثة وأنا بتكلم معاكم من خلال هذه الحلقة الأولى هي أهمية كرة القدم لحد وقت مش بعيد أوي كانت الناس بتبص لكرة إنها لعب وحتى كانت الأسر يقولك أنا بطلت كرة لأن أبويا خاف علي أو أمي خافت علي قالوا لي بلاش لعب كرة وركز في الدراسة نهاردة بنشوف كل أم وكل أب وكل وليه أمر حيتجنن وابنه يلعب كرة بل إنهم حيتجننوا وبناتهم كمان دلوقتي يلعبوا كرة القدم هل عندنا على فكرة جيل طالع في كرة القدم رائع على فكرة من ضمنهم بنت حزم إمامه ومن ضمنهم بنت سفزاه باتنين لعبات موهوبات يعني معلن خلينا في أهمية كرة القدم يعني أكيد تبعته قد إيه مثلا أمريكا عشان تدخل كرة القدم كان بيل كيلينتون بنفسه الرئيس الأمريكي الأسبق هو اللي بيروح وبيروج للملف وبعدين ننزل الملعب عشان نضرب ضربة البداية في كاس العالم 94 اللي احتضنتها أمريكا شفتوا قد إيه جلسات للبرلمان الأوروبي وجلسات للقمم أوروبية وقمم عالمية بيتم تأجيلها طبقا ليه مباريات كرة القدم مش كرة القدم بس الباسكت وغيرها يعني عشان نتكلم على الرياضة بصفة عامة لكن خلينا احنا بنتكلم على الكورة يعني فبقت القصة عالية جدا بل إنه هناك بعضا من الرؤساء في بعض الدول بيبقوا حرصين إنه هم يبقوا متواجدين في كل المباريات بقول هذا الكلام ليه عشان السيد الفاضل أندري رجولينا رئيس مدغشقر جاي مصر عشان يتابع مباراة منتخب فريقه أمام المنتخب الكنغولي في دور الستاشر لكأس الأمم الإفرقية والرجل ما عملش كده بس الرجل كمان جاي طيارة فيها ربعمائة وتمانين مشجع لتشجيع منتخب مدغشقر مدغشقر بلد جميلة وجزيرة جميلة جدا وأنا رحت العبت فيها قبل كده والناس عشقها لكرة القدم هناك ومحبين ومحترمين لكن شوفوا بقى مدغشقر بقى على الخريطة إزاي من خلال كرة قدم لدرجة أن رئيسها بنفسه جاي يحضر اللقاء وكأنه اللقاء النهائي ومبالكوا بقى لو مدغشقر عملتها وعدت المنتخب الكنغولي هتبقى الدنيا عاملة إزاي أنا بس ببينلكوا أهمية كرة القدم للبعض مازال أنا مرة شفت فنان عليه رحمة الله يعني كانوا بيكلموا بتحب مين قال لهم لا أنا بشوف الكرة دي مظهر من مظاهر التخلف قال كده بالحرف الواحد يعني وشفت بقى فنانين كبار أظام كانوا بيروحوا شجعوا كرة قدم وبيروحوا في المباريات وده يقول أنا بشجع الأهل وده يقول بشجع الزمالك وشفت الله رحمه عبد الحريم حافظ هو بيستقبل فريد تهاي سكندري بعد ما خد الكاس من النادي الأهلي برضو عشان الشعبية واسكندرية وغيرهم من الفنانين الكبار اللي بيعلنوا انتمامهم وفنانين بيخافوا يعنون انتمامهم خوفا من خسارة جماهير نادي أو أو لكن مع منتخابنا الوطني اعتخد الكل رايح في اتجاه واحد واتجاه منتخابنا الوطني كرة القدم بقى لها أهمية كبيرة جدا وعظيمة جدا القضية التانية اللي هاخده على وجه السرعة هي الالتزام يعني قبل ما البطولة تبدأ منتخب الكاميرون تأخر وصوله يوم ليه لانه لعبة الكاميرون عندهم مستحقات مالية ورفض ان هم يغدروا بلدهم وصمموا ان هم ما يمشوش قال لما ياخدوا الفلوس وتدخل للتحاد وازمة وقصة وحكاية وهيصة وواصم في النهاية ادلهم جزء من المستحقات وسفر شفنا كمان لعبة زنبابوي وهم هنا أثناء البطولة وبرضو ما راحوش تمرين ورفضوا راحو التمرين ليه اخوانا قال لك اصلاحنا ما اخدناش الفلوس وكانت النتيجة ان هم بعد كده خسروا من منتخب الكونغو في المباراة الاخيرة بربعية صحيح الكلام ده حصل قبل مباراة مصر لكن هم اخدوا نقطة واحدة خسروا المصر واحد وتعضلوا المباراة تانية مع اغاندا وخسروا المباراة التالتة لانه التركيز مش موجود والانتماء كمان مش موجود عشان يكون واضح يعني اللعيب اللي بيجي بقصة بطولة وقولك يا ام فلوس يا ام فلا لا يبقى فلا شفنا بقى كمان لعيبة اغاندا وهي بتكلم عن الفلوس ويرفضوا التمرين مباراة بعدما الناس كلها احترمت اغاندا رغم الخسارة امام مصر وصعدت في المركز التاني لكن كانت مفاجأة انه المنتخب ان الاغاندي يرفض تماما انه ينزل التمرين ويغيب عن التمرين بالامس ويرضخ مسؤوله الاتحاد الاغاندي نظر الاهمية المباراة زي ما قاله ويدفعه 6000 دولار زيادة لكل عيب بس عجبني والله الاتحاد الاغاندي لما طلع بيان بكل الارقام اللي خدوها اللاعبين فدي نقطة مهمة قبله من ناجيريا برضو عملوا مشاكل كتيرة جدا عشان المستحقات المالية هل ممكن حضرانك شوف ده في مصر مستحيل مستحيل لو السمن طبقت في الارض لانه لعبتنا لعبة ملتزمة جدا ده بيخليني اروح لقضية مهمة جدا اكيد حضراتكم متابعين في ناس كتير جدا بيحبوا ميسي وانا من ضمنهم يعني ومتابعين ميسي مع المنتخب الارجنتيني اكيد يعني ميسي مع البارسة مكسر الدنيا بطولات وانجازات وحاجات كتيرة جدا واللعب الاول في العالم لسنوات ليست بيئة قليلة لكن ميسي مع المنتخب الارجنتيني لا شيء لا شيء بمعنى لا شيء رغم انهم قدموا فجر اليوم مباراة الى امام المنتخب البرازيلي وخسروا 2-0 بخطائن وكانوا افضل وميسي نفسه صرح قال ان مباراتنا مع البرازيل كانت هي الافضل وانه الحكم ظلمنا وكلام كتير لكن في النهاية ما هي محصلة ميسي مع منتخب الارجنتين لا شيء يوصل نهاية كوبة امريكا ويخسر يوصل نهاية كاس عالم ويخسر مرة يطلع مش عارف من الدور التاني في كاس العالم النتائج ضعيفة مش على قد اسم ميسي العظيم هذا الامر من وجهة نظري لانه تم تسليم ميسي مفتاح المنتخب الارجنتين دي بالا يا عيني مبارا حيلاعبوه اخر دقيقتين مش عايزوا ما تاخدوش لكن تلعبوه اخر دقيقتين ده امر مش مقبول اختيار المدرب الامر والنهي وكل شيء في المنتخب الارجنتيني المتروك ليونال ميسي موهبها مفيش اتنين في العالم يختلفوا عليها في ناس بتشجعوا بتكون بتشجع ريال مدريد بس يروحوا يشجعوا ميسي ويفرحوا بكل هدف لميسي يعني فكل شيء لازم يتحط في اطاره في وضعه ميسي مهما كان كريستيانو مهما كان مهاريكين مهما كان غيره مهما كان يظل لاعب فقط في الفريق لما تدي له اكتر من صراحة اه ممكن تستشيروا لانه لعب كبير ممكن تاخد رأيه احنا كنا لعابة كبار كان بيتاخد رأينا على فكرة لكن مش من الضروري ان يتم العمل به وكتير جدا كان رأينا يعني المدربين ما بيهتموش به يعني مش ما بيهتموش يعني بيسألونا هما بياخدوا القرار لكن لعابة كبار لازم يكون لهم احترامهم يكون لهم تقدرهم وكل شيء لكن تبقى في النهاية ادارة المنتخبات مسئولية لالاجهزة الفنية وانا بدي لك مثال بأكبر وادخن واحرف لعب في العالم وهو ليلون ميسي دي قضية مهمة جدا ولازم الناس تفكر فيها كتير القضية التالتة الحقيقة او الرابعة اللي انا مستغرب لها اوي يعني اني يقول لك ايه ووقتها دلوقتي يعني بالله عليك اجيري عنده بعد بكرة اللي هو السابت يعني انا دايما بختصر يوم يعني مباراة مصرية هل النهاردة حضرتك هتروح لأجيري تقول له تلعب ماتش ودي يوم اتنين تسعة ولا لأ يعني بالزمة لو حد تقال له الكلام ده هيصدقه يعني لو حد عائل الراجل عنده مباراة مصرية ان شاء الله نكسب نكمل نوصل دور ربع النهائي في البطولة الافريقية اروح اقول له بقول لك ايه اجيري ما نلغي المعسكر بتاع المباراة اقول لك انا فضيلك انا بذاكر جنوب افريقيا انا مقدرش اتكلم معاك في الامر ده دلوقتي خلينا خلص البطولة وبعدنا بقى اتكلم معاك انا مش فايق لده ومين اللي انت بتكلمه دلوقتي عشان تلعب معاه ماتش ودي في اه اتنين تسعة مين المنتخب اللي حضرتك بتتكلم معاه عشان ييجي مصر لانه المعسكر حيبقى في مصر او المباراة الودية هتبقى في مصر هل من المعقول انه اتحاد الكورة راح سأل اجيري النهاردة او مبارح الماتش الودية اللي هتلعبه يوم اتنين تسعة والراجل كل تفكيره وكل تركيزه هو وجهازه ولعبته وجمهوره ومحبينه وكرهينه كمان حتى لو في ناس تكرهو لكنه مصريين في الاخر عايزين المنتخب يكسب هل النهاردة هروح للراجل اقول له ماتش الودية يقول لك انا برفض الغاء المعسكر ثم بقى تقول الغاء كأس مصر هو مين اللي بيرمي الاخبار دي هو من صاحب المصلحة بدا بزمتكم الراجل اللي مركز قوي ده قوي ده النهاردة هيتراح يتقال له تلعب كأس مصر لا بقى ابنك انت يضحك على ابنانا يا جماعة مش معقول يا جماعة ارجوكوا يعني خلينا خلونا نصدق خلونا نصدق وبعدين انت النهاردة يا اتحاد كرة مصر عندك ايه عندك دوري وعندك كاس وعندك سوبر الدوري يعني الظروف حتمت انه ينتهي يوم تلاتين سبع خلاص الظروف اقوى من الجميع والناس قالت خلاص حاضر بيش مشكلة تخلص البطولة يوم تسعتاشر بأمر الله ونحمل اللقب يوم تلاتة وعشرين يلعب الزمالك مع الجونة يوم ستة وعشرين يلعب الاهلي مع المقاولون والزمالك مع الاسماعيل يوم تلاتين نختتم الدوري بالاهلي مع الزمالك بأمر الله والاهلي مع الزمالك لان هي مباراة النادر اهلي ثم تعود الى مباريات كأس مصر وصحيح متأخرة جدا بس لازم تنهل مسم بالبطلتين وبعدها تلعب مباراة السوبر حتى لو متأخر ان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي على الاطلاق ده منطقي وطبيعي وكلام الناس العقلين حد بقى يقولك اصلي فيه معسكر منتخب الولمبي والمنتخب الولمبي عندنا بطولة شهر 11 وما له وما له ما يعمل معسكر يعني هنلغي الكاس عشان نصر ماهر وعشان عمر صلاح وعشان محمد صبحي وعشان ولادنا الممتازين دول ولا الكاس يتلعب طيلي طيب لو المباراة والدية وما له ما انا كان قوام منتخب اربعين لعيب ولا انا مش واخد بالي انا عندي الاهل يو بيرامدس ماهو احنا اه عندنا العمود الفقري اللعيب المحترفين والاهل يو الزمالك وبرامدس الاهل يو بيرامدس يوم تسعة عشرين تمانية حد منهم حيخرج هنا في اربعة وهنا في اربعة يبقى خلاص اربعة موجودين انت جنش خرج بقى الزمالك منه تلاتة موجودين في المنتخب فستة لعيبة دول حيوقفوا مسابقة هل بلد دوري كاس مسابقة بالكامل تتلغي عشان معسكر عشان مباراة دية وحضرتك عايزني بالفعلة صدق انه اجيري رفض مش معقول يا جماعة يعني الاخبار اللي بتترمي وبتتنطور دي مش حلوة ومش لذيذة وما تتصدقش وما تقناش حد وبعدين حضرتك ان شاء الله بإذن الله بدون مقاطع نخلص البطولة بإذن الله وإحنا أبطال ما اعتقدش يعني اجيري حيموت على المباراة نفترض بقى انه حيموت على المباراة عندك اربعين لعيب اختار منه مش حتيبوا مباراة ودية ما تجرب ناس ما انت عارب بتوع الاهلي وبتوع الزمالك وبتوع برامز عارفهم كويس قوي بقول لك واحد من الاتنين حيكون خرج الاهلي برامز دي مباراة كاس فرصة تجيب محترفين من اللي ما بيلعبوش تجيب لعيبة من الدور المحلي حدش حيلومك يعني ان شاء الله بأمر اللي بدون معطعة في حالة فوزنا ببطولة الأمة الأفريقية انت لو جبت لعيبة من الدرجة 13 الناس هتقولك بالروح بالدم هيبقوا سعداء جدا فدي قضية مهمة جدا للمناقشة للحوار الأخبار اللي بتترمي عشان تشوف رد فعلها مش لطيفة مش حلوة ومش منطقية ومش معقولة ومش مقبولة ومحدش يصدقها انت النهاردة اتحاد كرة القدم المصري ماذا لديك لديك يا فندم بطولتين دوري والكاس ويتبعهم مباراة السوبر ده كمان لو الاتحاد تفكر في بطولة جديدة يبقى هايل يعني اخواننا في الامارات بيعملوا كده واخواننا في السعودية بيعملوا كده وانجلترا مليانة كده واسبانيا مليانة كده والمانيا مليانة كده تعمل تدور على مسابقة كمان تبقى جديدة وتعلن بدء مصابقاتك ده كذا وده كذا وده كذا ونظام مصابقاتك مع البطولة الافريقية التأجيل مقبول الى حد ما مقبول الغاء مسابقة عشان مباراود دية لمنتخبنا الوطني من الممكن للمدرب انه يجرب وجوه جديدة هل ده مقبول هتجي تقول لي ايه بقولك ايه ما تلومش بقى احنا عندنا التصفيات الافراخية بعدها ما تلومش ماللومش على ايه ما لومش انت عارفين نزام التصفيات ايه اللي مش عارفين حضراتكم نزام التصفيات بيطلع فرقتين من كل مجموعة هيبقى معاك برضو فرقين زي سوازلاند اللي هي اي سواتني والنيجر وفرقة تقيلة موجودة معاك وانت لو ما طلقش اول مجموعة تطلع تاني مجموعة خلاص محسومة النهايات هيصلها كل المنتخبات الكبيرة والدليل انا بقول لكم ده فيش ولا منتخب كبير مش موجود في البطول الا از اعتبرت بركينة فهي سوازنبيا من المنتخبات الكبيرة لكنه الموضوع محسوم بالنسبة لك ومع ذلك اعمل معسكر ومع ذلك لعب مباراود دية ومع ذلك اعمل معسكر المنتخب الاولمبيا وعمل له مباراود دية لكن هذا ابدا لا يكون هو الداعي لالغاء مصابقة كاس مصر مين يقول الكلام ده يا جماعة ده الناس سقفت لما الاتحاد اعلن جدوى المباراة الكاس واعلنوا بالموعيد كان حاجة جميلة جدا قلوا والله يبرافو عليكم حاجة محترمة جدا مين بقى هل في حد مسلا عشان المنتخب الاولمبيا عايز يلغي مصابقة كاس وبعدين هل ده مؤشر هل ده مؤشر بقى ان انا السنة الجاية حبدأ بتاجيلات هل لما انا حلعب دورة البطولة الافريقية تحتية عشرين سنة حاجل قبلها باسبوعين وهاجل بعدها باسبوعين وابدأ الدورة كمان بتاجيل شهر ونرجع تاني نمد الدورة شهر تسعة مش قلنا جماعة خطينا المسألة دي بقى وان الموسم الماضي كان استثناء يقول لا احنا بنحب نعيش في هذا الاستثناء يعني اذا كان احدهم لديه الرغبة انه يلغي لا انت شخص تعبر عن نفسك لكن هناك رئيس الاتحاد الكورة له كل الاحترام هناك اعضاء الاتحاد الكورة لهم كل الاحترام وبالتالي وجب عليهم ان هم يطلعوا ينفو هذه الاخبار يعني وجب على المتحدث الرسمي لاتحاد المصر لكورة القدم او السيد المدير التنفيذي اتحاد المصر لكورة القدم ان اخر جنوب هذه الاخبار لا اساسا لان الصحة والكاس يلعب في موعده هتقول لي ايه طب بس ما تتحميش اوي كده ناجل وماشي الدورة هيخلص الكاس هيخلص تمانية تسعة والسوبر تمنتاشر تسعة والدورة تسعتاشر تسعة تأجله امتى بقى لحد شهر اربعتاشر هتأجله امتى هتلعب كاس مصر السنة دي في وسط الدورة بتاع السنة الجاية هتديقول كده يا جماعة فالاخبار دي الحقيقة اخبار مش حلوة واخبار دا ما هتقيل واخبار تزع على الناس لانه في النهاية انت ما هتخلص البطولة والناس هتخرج من البطولة بامر الله باذن الله بدون مؤطعة منتاشية بالفوز لكن في الاخر دا الناس دا واحد بقيتلي النهاردة قال لي ايه البطولة دي ما فيش ماتشاط ليه لازم تلعبوا ماتشاط الناس بتستمتع فلما تخلص طلطة الوامر افريقية تقوم جاي لاضم على طول اديك لاضم بالدورة ودول طلضم طب ما كانش فيه دا تقول لي يا فالح ما هو دا كان وقت الراحة ماشي يبقى طلضم باعداد الفرق كان الاهلي بيعمل اعداد وسمالك بيعمل اعداد وبتتنقى الماتشاط هنا وبتتنقى الماتشاط من هنا والإسمعيني والاتحاد والمصري وغيرهم من الاندية ونشوف الدنيا شكلها عامل ازاي ناس حب تتفرج على مباريات حب تتفرج على نشاط فامريكا بيخلصوا دور الان بي ايه دا الجميل بتاع البسكت دا يعملوا دوري بقى دلوقتي شغال دوري صيفي فان بلعبوا بقى بمزاجهم تبقى حاجة جميلة حاجة موجودة الآن النهاردة بلعب مع فرقة اسمها المتحدة وتعادل صفر صفر وازا مالك في معسكر في ابرس وعنده مباراة وهكذا يعني فانا ارجو حضراتكو يعني هزا نداء نداء لكل المسؤولية عن كرة القدم في مصر خلي بال حضراتكو دي حملة ضدكو مش لمصلحتكو هو مش استعراض قوة والعضلات من حد على الاطلاق خالص بالعكس واحترام ليه قواعد مصابقات ونظام مصابقات ومصابقة الكأس دي منذ القديم الازل ده من زمن الزمن يعني بدأت قبل الدوري بزمن طويل جدا وزمن بعيد جدا فانا برضو هرجع للمؤدمة هو اجيري فاضي النهاردة عشان يقولك سيبك من جنوب افريقيا ومش حلغ المباراة اللي بدية ما تيمشيش صح؟ مش حلوة ده ما مش خفيف يعني ما عجبتنيش يعني مش حلوة المرة دي يعني يعني ما تزبطتش الضبط تلعب مصابقة الدوري الضبط ان انت تلعب مصابقة الكأس الضبط ان انت تلعب السوبر الافريقي ده الضبط عشان الناس تقول صح حتى لو اتأخرت لكن في النهاية انت وصلت علاقة النهاردة مهمة جدا ليه بقى؟ لما يكون عندي اسطورة حراس المرمى في افريقيا وفي العرب بادو الزكي واحد من الحراس العالميين يكون عندي 24 حارس مرمى ما اقدرش انا خلس لك كده يسافر المغرب من غير ما اخده واسأله الحراس الافضل من غير ما جبلكه افضل الصدات من غير ما جبلكه ابرز الاخطاء من غير ما جبلكه بعض اللعبات قد تبدو لك انها خطأ وتبدو لغيرك انها صح فاللي يقدر يحلل لنا واللي يقدر يحطنا في الاطار الصحيح مفيش افضل من بادو الزكي دي الفقرة الاولى فقرة التانية الحقيقة عندي الزاملين اللي عزيزين احمد عز وكريم سعيد هنحلل بقى الستاشر منتخب اللي صعدوا وحندس شوية على منتخب جنوب افريقيا خاصة كل محللنا كريم واحمد عز وغيرهم من الضيوف الافاضي الاعزاء احمد ثابت وغيرهم يعني فصصونا بالملي كل المنتخبات قبل البطولة وكل اللي قالوه سبحان الله طلع صح فحنسمع منهم بالتفصيل برضو وباللقاطات من المباراة السابقة وحنشد شوية مع بعض على منتخب جنوب افريقيا نبص القصة عاملة ازاي ونحكي ونتحكى في الدور القادم من كأس الامم افريقيا نروح لفاصل ونستقبل ضفن الاول النجم الكبير بادو الزكي اهلا بحضراتكم من جديد عزيزي المشاهدين برحب واكيد بترحبوا معايا بالنجم العربي والافريقي والعالمي الكبير حارس مرمى منتخب المغرب في ازهاع وصوره النجم الكبير كابتن بادو الزكي بادو الزكي الحمد لله شكرا الاخ شوبيير ومرحبا المشاهدين الكرام لقناة تايم سبور اهلا وسهلا بك منورنا ومشرفنا بعد نهاية المجموعات شفت البطولة ازاي شفت الفرق اللي تأهلت عمل ازاي شفت المستوى عمل ازاي حسا البطولة فهي غادة منطقية بحكم تأهل جميع المنتخبات القوية كان بعض مفاجآت ومنتخب مدى غاشقر اللي عنده اول مشاركة وبيطلع في الدور ويتأهل الدور الثاني بتاهم كأول مدموع والاول في المجموعات هذه المفاجآة بنسبة لللي كانت اما جميعنا التأيش فهي كانت منطقية وتأهل ادوار تانية فهي كانت منطقية بحكم المنتخبات الكبرى طالما بدأت بمدى غاشقر لازم اروح معك على مريتانيا رغم ان مريتانيا لم تتأهل لكن مريتانيا عندنا بالبلد كده في مصر وتخطفوا المباراة الاولى امام مالي نجحوا في التعادل امام انجولا ونجحوا في التعادل امام تونس كانوا قاربين من الفوز امام المنتخب التونسي كيف قيمت تجربة المنتخب المريتاني في اول مشاركة دي في البطولة الافريقية المنتخب المريتاني فهو ادى ثمن المباراة الاولى بنهزامهم باربع اهداف اللي واحدة والاخص الاخطاء الفادحة اللي ارتكبت في دفاع المنتخب المريتاني المنتخب المريتاني كان قابقا وسيناء او ادنى من اخراج المنتخب تونس لانه عمل مقابلة في المساوى كان الافضل هو اللي خلق فرص ساني حل تجيل المنتخب التونسي كان شبح داخل المباراة لهذا كان يستحق يمر الدور تاني على العموم فهو مرضو طيب بحكم المساركة او الاولى بمناسبة المنتخب التونسي والكل كان متوقع انه هيكون فريق من المنافسين على البطولة وتصريح يوسف المساكني النجم المنتخب التونسي عقب اللقاء والتعادل ووصوله من المركز التاني رغم ثلاث نقاط بلا هزيمة بثلاث تعادلات قال انه القادم افضل والمنتخب التونسي سيكون افضل برأيك ماذا حدث للمنتخب التونسي ده نمرة واحد سبب العروض الضعيفة نمرة اتنين هل بالفعل ينجح المنتخب التونسي في المباراة المقبلة خاصة ان عنده مبرامة البلاك ستارز المنتخب الغاني ومباراة بالتأكيد قوية هل ينجح في تخطيها والخبر النهاردة اللي طلع ببيان رسمي من الجماعة التونسية للكرة القدم باقصاء المعد الزهني مرسال من تدريب الفريق او من مهامه كمعد زهني للفريق وانا اتفق جميعا بان المنتخب التونسي قبل بداية كأسهم افريقيا فهو كان واحد من المرشحين بالتنافس على اللقب ويلعب الادوار الطلائعية بحكم المباراة الاعداد الانتصر فيها امام كل من العراق بالطريقة والاداء امام كل من وصيف بطل العالم وكرواتية بالطريقة والاداء وفي اخر داره المفاجأة هو الوجه البيت اللي يظهر في المنتخب التونسي في المجموعة تاعه فهو كان ايقصى من دور المجموعات فانا اتفق مع المساكني لانه في الكلام اللي قال فانا اتفق معه لان المنتخب التونسي هو منتخب كبير رغم السقوط او المظهر تاعه اللي ما كانش في المساوى يمكن له يجمع قوة ونشوفه منتخب اخر والتجاري بعلمتنا في كأس العالم 1982 منتخب ايطاليا فهو مر للدور التاني بالنسبة الهدف وفاز وفاز بكأس العالم لذا اظن بان المنتخب التونسي سيكون معادلة صعبة في الدور التاني اقالة المعدة الذهني للفريق اليوم شايف ده دليل انه هناك خلافات هل معدة ذهني بالفعل ما كانش بيوم بواجباته ولا ده نقوص خطر للمنتخب التونسي اكيد هناك خلافات لان من اللي تتشوف المستوى منتخب التونسي قبل كأس قبل كل جداء كأس امام افريقيا كان المساوتع عالي جدا ومن اللي بدت المباريات فاشنا تدبدو فريق بدون روح فريق ليس له رغبة في الانتصارات نسمع مشاكل داخلية الان نسمع اقالة الموعد الدهني للفريق وهذه امور يقول مثل هذا ما ظهر اما ما خفيفه هو اعظم اعزا اقول لحضراتكم بس ان احنا بعد قليل سنكون على البث الارضي كل بقى احداث الحراس اخطائهم ايجابياتهم كل حاجة هتكون مع كابتن بدل زاكي في تمام الحديث عشرة باذن الله فحضراتكم حاولوا معنا على التردد الارضي لكن اسأل كابتن زاكي على المنتخب الجزائري هل كان اداءه مفجأة او هل مرشح ان يستمر ولقاوه مع المنتخب الجيني كيف ترى بكل صرح المنتخب الجزائري دخل في صمت لهذه الدورة نعم الكل كان يعتبر منتخب عادي ولكن المستوى الجيد الذي ظهر به في ثلاث مباريات اعطى اشارة قوية لجميع المنتخبات بان المنتخب الجزائري فهو منتخب قوي ومنتخب لم يأتي لمسر للنزا فهو آتا للمنافسة ولما لا الضفر باللقب كذلك المنتخب الجزائري في ثلاث مباريات والاخص في المباراة الثالثة اظهر بانه ليس عنده منتخب فهو عنده منتخبين ده صحيح سواء ويلعبوه بنفس الطريقة وبنفس الروح لهذا فأنا أحيي الناخر وطني بالماضي على العمل الكبير ليدار لأنه بنفس اللاعبين بنفس المجموعة يستطيع أن يكون منتخب تنافسي منتخب الشرف الكورة الجزائرية هروح لفاصل سريع جدا وانتقيكم بعدها على التردد الأرضي لتايم سفورس وحلقة من العيار الثقيل مع نجم كبير بحجم بادو الزكي